على الرغم من نفي طهران المستمر تسليحها ميليشيات الحوثي في اليمن والدعاءة الميليشياء أن الطائرات والصواريخ التي تستخدمها بين الحين والآخر صناعة محلية إلا أن تقارير أممية بيّنت أن الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران خبراء عسكريون أكدوا أن التصريحات الإيرانية والحوثية لا تعدوا كونها بروبوغاندا معتادة من طهران وأذرعها في المنطقة مدللين على ذلك بأن الحوثيين غير قادرين على صناعة هذه الأسلحة المحتوية على تقنيات متطورة لضعف إمكاناتهم كما أن استمرار هذا الدعم هو ما أعطى الميليشيات القدرة على التحرك لمواصلة سياسة التدمير والتمزيق في اليمن الذي يعاني أشد أنواع البؤس منذ أن انقلبت تلك الميليشيات وفرضت سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد بما فيها العاصمة صنعاء الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية ليس بالأمر المستغرب فهي الدعم الرئيسي لهذه الميليشيات الإرهابية منذ نشأتها ورأينا منذ اللحظات الأولى لاستيلائها على السلطة بانقلابها على الشرعية كيف فتحت إيران أجوائها لنقل الطائرات المملؤة بالسلاح إلى صنعاء واستمرارها بهذا الدعم هو الذي يعطي هذه الميليشيات البقاء وبدل من أن يكون الدور الأممي مدخلا لتحجيم دور الميليشيات وإعادة الأمور إلى نصابها يؤكد خبراء يمنيون أن الميليشيات استغلت اتفاق الحديدة لتزيد من عمليات تهريب الأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة لم يقتصر استخدامها على اليمن فحسب بل باتت تشكل خطرا على دول أخرى في مقدمتها السعودية نفي أوساط سياسية إيرانية تسليح ميليشيات الحوثي يتناقض كليا مع تعهدات المرشد الإيراني علي خامنأي بمواصلة دعم طهران لتلك الميليشيات أسوة بالميليشيات الأخرى في العراق وسوريا ولبنان وهو أمر يندرج ضمن سياسة المكر في إيران التي تسعى لبسط نفوذها على المنطقة وفي نفس الوقت تفادي العقوبات التي تفريضها الولايات المتحدة عليها ضمن صراع المصالح الذي يتصاعد بين الطرفين وتدفع أثمانه في تلك البلاد المنكوبة